الحرب في البحر الأسود روسيا والنيتو في مياه الأشباح البحر الأسود حضراتكم هو بحر كبير نسبيا ومتصل بالبحر المتوسط عبر مضيق البصفور ثم بحر إيجا ثم البحر المتوسط وشمالا متصل ببحر آزوف ومضيق كرتش لغاية ما تخش البحر الأسود هو بحر صعب التكوين دول كتيرة جدا مطلة عليه البعض بيقول أن اسم البحر الأسود لأسباب كتيرة منها أنه هو فعلا كان بحر أسود على كتير من السفن والمراكب وفيه قصص كتيرة عن أشباح وما إلى ذلك في قاع البحر الأسود قطة البحر الأسود بقى محطة استراتيجية صعبة جدا للصراع بين القواتين العظميين أمريكا والروسيا أمريكا ودت مدمرة أمريكية كبيرة جدا فالروس قالوا أننا مش هنسمح بوجود أمريكا كبير في البحر الأسود والنيتو لما قال أنا دواجت بقوة هناك عشان الأمن العالمي الروس قالوا ده هيؤدي إلى توطر الأمن العالمي لكن الأمريكان برضو بعثوا هذه المدمرة لكن الروس بعثوا طيارتين مضدتين للغواصات وقربوا جدا جدا من المدمرة الأمريكية كان ممكن يحصل احتكاك وكنا ممكن لدينا نفسنا إيزاء معركة بين الطيران الروسي بين السلاح البحرية الأمريكي البعض بيقول طب لو حصل مين ينتصر على مين في شخص واحد تتكلم اللي هو قائد خفر السواحل في الأسطول الروسي في البحر الأسود وقال لو ده حصل هنكوم السفن الأمريكية في دقائق وإن أقصى مدة قدام أي سفينة حربية أمريكية من 3 إلى 5 دقائق وتبقى حطام في قاع البحر الأسود تصارع الأشباح وبالتالي بدأ يبقى الكلام خشن من هنا وخشن من هنا على ما يمكن أن يجري في البحر الأسود هو بحر صعب زي ما قلت لحضراتكم يعني على الخريطة بشكل هندسي وليس بشكل جغرافي بتلاقي كده من الشمال للجنوب تلاقي هنا بحر أزوف بعدين تمشي بقى من بحر أزوف كده فتلاقي مضيق مضيق كرتش من بحر أزوف مضيق كرتش تخش على البحر الأسود بقى المية المتصلة دي وبعدين هنا عند تركيا مضيق البصفور يوديك على بحر إيجا وبعدين مضيق تاني يوديك على البحر المتوسط فهو ماشي بهذه الطريقة البحر الأسود من المضيق إلى البحر إلى كده تتموصل إلى البحر المتوسط على جوانب هذا البحر اللي هو بيبدو أكتر بهذا الشكل البطاطساية كبيرة الشكل بهذا الشكل تقريبا فتلاقي هنا بحر أزوف اللي احنا قلنا عليه ودين ده البحر الأسود وهنا نلاقي المضيق اللي احنا قلنا عليها اللي بتوسلك في نهاية البحر متوسط عبر بحر إيجا كل بقى الدول المطلة والمواني المطلة على البحر الأسود كلها خطيرة وكلها مساحة صعبة فالأمريكان جنب المدمرة كده دخلوا هنا فالروس وصلوا بالطيران علشان يتحرشوا أو يديقوا المدمرة الأمريكية اللي موجودة في هذا المكان القائد العسكري الروسي اللي تكلم قال البحر الأسود في أسطول روسي قوي جدا ولو في معركة في خلال دقائق هيتم تكويم وإنهاء السفن العسكرية الأمريكية لتصارع الأشباح في قائل البحر لكن الأمريكان بالمقابل بيقولوا إن ما يقدرش الروس يعملوا هذا الكلام وإن أمريكا تستمر متوهجدة في البحر الأسود لأنه ده مهم جدا لحفظ الأمن العالمي إذن البحر الأسود منطقة مرشحة اللي خدل استراتيجي عالمي